أستاذنا الفاضل السلام عليكم سؤالي صلاة العشاء تم تأخيرها إلى الساعة الواحدة فهل تحسب عشاء من الفروض الخمسة اليومية ولا تحسب قضاء ولك من جزيل الشكر لا تحسب من الصلاوات الأداء وليست من القضاء لأنها مازالت في وقت العشاء ولكن لا تؤخر الصلاة إلى ما بعد منتصف الليل لا تؤخر الصلاة إلى ما بعد منتصف الليل والصلاة كده صلاة تحسب أداء ولا تحسب قضاء وتحسب من الصلاة الخمسة مش عارف هو بيقول ليه بيقول فهل تحسب عشاء من الفروض الخمسة ما هي من الفروض الخمسة معي لو سواء كانت قضاء عتكون من الفروض الخمسة أو عتكون أداء عتكون من الفروض الخمسة إذن هذه الصلاة هي صلاة أداء من الصلاوات الخمسة المفروضة في اليوم والليل إذا كان عليها هو صلاوات قضاء أخرى فهو بيقول لو جيت أصلي الساعة 12 أصليها بقى من الصلاوات اللي عليها أو أصلي الصلاة دي وتكون أداء لا أتكون أداء إن شاء الله وتصلي الصلاة الحاضر وقتها اللي هي أدن العشة ويمتد لغاية الفجر السؤال البعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقعد مع أمي في نفس المنزل وهي شقة ملك بس في مشكل بيني وبينها بسبب آخي لأنه هو الوحيد وبتفرق بيننا وأنا تعبانة قوي أعمل إيه؟ ولا حاجة تصبري وتحسني علاقتك بأمك مش بقصد الكيدي لأخيكي لا بقصد إن أنت تفضلي دايما في بر أمك فتحسني إلى أمك مسألة إن هي بتفرق في مشكل بينك وبين عناب بتفرق بينك وبين أخوكي ومين طلب منك إن أنت تبصي لمال والدتك وإن هي لازم تديلك زي أخوكي ولا بتفرق يعني إيه؟ بتعطف عليه أكتر؟ طيب يا ست ما جايز هو بيحبها أكتر ما جايز هو بيحسن إليها أكتر يعني واحد قاعد معها وبيطبطب عليها وبيقول لها كلام حلو ومعرفش إيه؟ ما تحبوش ليه؟ ما نخلينا طيبين ونحب إن أمنا تحب أخوي إيه الإشكال؟ ما تحبه لا بتحبه أكتر مني أصحيح إن مسألة إن هي؟ كل ما كان الأباء ملتفتي لمسألة عظم التفرق ما بين الأولاد بس مش والدتك اللي بتسألني ده إنت اللي بتسأليني فلما إنت تسأليني عشان بس ما جيش حد يقول أنا مش حدش عليها ده بسعيدها إن هي تكون إنسان متزن يا سادة إحنا مش ممكن أبداً نكون عايزين نقدر نخلي الناس يحبون على قد ما إحنا عايزين أبداً ده أرزاء أرزاء الله الحب ده رزق من أرزاق الله سبحانه وتعالى فإذا كانت والدتك بتميل إلى أخوك والله العظيم لو أنا من حضرتك ده أنا أحسن لأخويا عشان أمي يتحبيني الزيادة ده أخويا في الآخر خالص رحم آخر في الآخر خالص أخويا وحبيبي لكن نجي نقول بقى ده أمينا فرقت وهي كده ظلمة وهي ما عرفش إيه ونعمل كوارث في الحياة عشان أشياء لا محلة لها ما فيه ناس كتيرا ما بيلتفيتوش للحضرتك قلتي ده طيب هي أمي مفروض عليها إيه لما تتصل بيها أقول لها بس أنا أقول لك والدتك المفروض تراعي ده عشان تبقوا أنتوا سواء في البر ونزاك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال أتحبون أن يكون لكم حضرت النبي قال سووا بين أولادكم في العطية أتحبون أن يكون لكم في البر سواء عشان يكونوا برهم على حد السواء لكن أما وإنك أنت بيتكلميني حضرت النبي ما قالكيش أن أنت إيه ما تكونيش بره بأمك إذا كانت بتحب أخوك لأن الحديث كان موجه لأمك موجه لولدك مش موجه لكي أنت فلذلك أنت لازم قلبك ما تسيبهوش يروح للحية الكر لأن ده لو حصل أنت تقع في معصية وقد تقع في كبيرة إذا أنت ما برتيش بأمك فعشان كده اتق الله في أمك وما تلتفتيش لده وادعي أن ربنا سبحانه وتعالى هيصل حدات البين ولو كنت زكية ونفسك ما شاء الله فيها اتزان أحسن الأخوك هتجد أمك بتفرح وتحبك أكتر لكن ماذا وإلا هي ليه مخليها أرزاق بتحبه قد تكون بتحبه لأنه رجلها دلوقتي لو كان والدك مش موجود بتحبه إيه الإشكال في ده السؤال بعد كده بتقول زوجي كارح وجودي وطول الوقتي يهني ويرميني بالكلام جارح ويسيب أمي استغفال الله العظيم وأنا ما عنديش مكان أعيش فيه غير بيته وفي نفس الوقت بيتك وبيته يعني وفي نفس الوقت يطلب حقوق الأساسية مرتين في الأسبوع وأنا بتبقى نفسيتي تعبانة جدا ومش عايزاها أعمل إيه إحنا عندنا شوية قواعد بتحكم الحكاية دي وخاصة في الزوج اللي إحنا فيها دي أول حاجة إن الزوج الكارح ده عليه إنه يحسن لزوجته حتى وإن كريها وإذا هو ما عملش كده يبقى الله سبحانه وتعالى يحاسبه لأنه مأمور بإنه هو يحسن إليه ويحافظ عليها بالعكس هو لو ما عملش كده حضرت النبي قال إن من أعظم الإثم أن يضيع الرجل من يعول يعني تضييع من تعول ده كبيرة من الكبائر فكلامي لزوج حضرتك إن أنت لو ما حرستش وما كنتش محاجي على زوجتك أنت كده بتقع في كبيرة فاتق الله سبحانه وتعالى وحافظ على أهل بيتك حافظ على زوجتك أنت لو فيه حاجة كرهها روحوا لها وتغيروا وعملوا تغيير في حياتكم عشان حياتكم تبقى أفضل وتبقى أرقى وتبقى أحسن لكن أنت لو عمل كده أنت كارح زوجتك وتؤذيها فده ظلم والعزب الله فأنت ظالم لها ليه؟ لأن إذا كنت بتأذيها وهي هي عايزة تصلح ما بينك وبينها فأنت ظالم لها لأن لا يجزل إنسان أن يهين إنسان أنت بتقول تهينه كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ما ينفعش تؤذيها وتعقبها حرام ده ظلم والعزب الله وهي كمان وصيد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصب النساء خيرا يقول طب أنا ما بحبهاش طب ما بتحبهاش لما تحاول تحبه أو عدم حبك له ده بقى خلاص حك من الله قضاء من الله ده أنت تغير يقول لي منك قلبي قلبك يا سيدي بيدار مشاعرك تدار لو مشاعرك ما بتدارش ما كانش حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل وأبي يقول لي انصحني وأقلل علي يعني ما تكترش عليه قال له لا تغضب حضرة النبي قال له ايه لا تغضب يبقى حضرة النبي بيقول له ايه دير مشاعرك فالمشاعر تدار اه بدعة ان المشاعر لا تدار واني ما قدرش مشاعري غلبت علي وأنا ضعيف وكل هذا الكلام كذب لأن المشاعر تدار تغلب عليك مشاعرك اه بس الإنسان اللي بيسيب نفسه ومشاعره ده قريب جدا جدا من المعصية قريب جدا 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 من الوقوع والعزب الله في الأخطاء وفي الزلات أفرأيت من اتخذ إلهه هواء ايه وقت تكون بتعمل كده فالذلك لابد ان ايه 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 الرجل توب إلى الله وامتنع عن ترجيح زوجتك زوجتك دي امانة عندك امانة في قلبك ما تضيعاش وإيه لا يكون خصيمك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم السؤال بعد كده بتقول انا متجوزة من ست سنين ولم يحدث حمل وذهبنا إلى داكاترة كتير وقالوا لابد من عمل حقن مجهري وعملنا مرة واحدة خلال ست سنين وبطلب من جوزي ان احنا ان نعملها مرة أخرى لكن بيأجلها لانه معه مش معاه فلوس مع انه أرضه مرتاح مديا كتيره رفض ان يعملها يعمل يعمل لنا العملية مع انه واخد شبكتي باعها علشان يشتري أرض ليهم وانا تعبت من كتري مجوزي بيماطل فيه انا مش عارفة اتطلق ولا استمر معاه لا حاول ولا قوة إلا بالله ليه تتطلقي تعالي بس نسأل سؤال سؤال بسيط كده السؤال بيقول ايه بيقول هو خد شبكتك على سبيل الايه يعني بتقول اني حماكي خد شبكتك خد شبكتك ايه سلف دين خديها منه اطلبيها واسترجيعيها منه لكن لو خد شبكتك بمعنى ان انتي بنفسك كده روح تمديه لهم الشبكة من قبيل ايه من قبيل مساعدة زوجك من قبيل ان انتي بتحاولي تخلي جوزك اكتر ربح بتخلي بتوسعي ملك جوزك وبتدهاله كده هدية ده جائز ده اه ده جائز بس انا اطلتها لابوه ما وجايز هو اخدها منك واداه الابوه فلازم نفهم المسألة دي بشكل صحيح اذا كنت انتي اديت الفلوس دي طوعية لجوزك وما قلت ليش ان ده دين طب اذا كان هو لا خد شبكتك من الدولاب بتاعتك من الدولاب بتاعك وراح بيعها وراح مبشتر بيا ارض اصلا ده حرام ماعملش كده غير بازنك لان شبكتك دي ملكك ماينفعش ان حد ياخد فلوس حد تاني من غير اذنه حرام ده ويبقى المال اللي هو واخده ده وات مال مغتصب يبقى المال اللي هو واخده ده مال مغتصب يرجعولك في اي وقت انت طلبيه لو كان دين هيرجعولك في وقت وفاء الدين لو كان مال مغتصب تطلبيه في اي وقت انت المال ده يرجعه دلوقتي ده اذا كان اخد مالك ومالك دوات ايه من غير اذنك ولا من غير ما تعطيه انت لزوجك طيب كويس جدا إذن فماذا فالمسألة فيما يتعلق بهذا الأمر بأنه أخذ مالك فلا المسألة التانية بقى أن أنت بتقولي أن أبوه معه فلوسه المفروض يعمل لنا الحقن المجهري على حسابه لا مش شرط مش شرط على أبوه أنه يعمل لكم حقن المجهري الله سبحانه وتعالى قال ينفق ساعة من ساعة هو اللي عندي جوزك هو ده مش قادر يعمل حقن المجهري وأبوه مش واجب عليه أنه يعمل لك حقن المجهري فأنت بقى بتسأليني أطلع وقال لأ لا تتكلمي مع جوزك وتتحوري وتشوفي حد يعمل إصلاح بينكم وتخليه مفيش مانع يستلف من والده عشان تعمله العملية إذا كانت العملية نسبة نجاحها كبير فهو ده اللي أنا شايفه لا ما تتطلعيش وأعمل الإجراءات اللي إحنا قلناها وإن شاء الله تكون خير وبركة نعم يا سادة إحنا دايما بننصحكم أن أنتوا دايما تكونوا مع مولانا وكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة فيها نعيم وفيها جنة وفيها فتح وفيها راحة بال وفيها سرور وفيها بركة دايما عيشوا بلا حول ولا قوة إلا بالله إلا يعيش بلا حول ولا قوة إلا بالله مش بس هيبلغ مناه هيكون في سعادة دائما لأنه بين يدي مولاه يا سادة أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله تطيب قلوبكم وتسعد أحوالكم وتعودون إلى ربكم وقلوبكم ملأة بنظره إليكم وبمدده النازل عليكم فتشعروا بأنكم وكأنكم غمرتم بالنور وغستم في بحار الود والسرور يا رب جعلنا على الدوام من أهل لا حول ولا قوة إلا بالله وبارك لنا وحفظنا ودائما في حضرتك أسكننا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا كريم يا ودود يا أرحم الراحمين